اهلا بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نحدث عن تفسير رؤية القرد في المنام يدل مهاجمة القرد للحالم في المنام على احتمال اصابته بالمرض في الفترة القادمة وعليه ان يستعين بالله ويدعوه ان يبارك له في صحته ويبعد عنه الامراض لا تعد رؤية اكل لحم القرد من قبيل الرؤى الجيدة بل انها تحمل للرأي المرض والفقر والحزن لا قدر الله قفز القرد على كتف الرأي بالمنام يشير الى حلول امر مكروه كان يتوقع الرأي حدوثا ولكنه يتمنى لذلك ان لا يتم عض القرد للانسان في الحلم يرمز الى وقوع الرأي مع افراد اسرته في خلافات وان النكد والهم سوف يسود المنزل والله اعلم تحول الرأي لقرد في الحلم يدل على انه شخص سيء الطباع ويتصف بالتلاعب وانعدام الصدق والنفاق وعليه ان يراجع نفسه في تعامله مع المحيطين به سواء في العلاقات الشخصية او العمال رؤية الحالم انه يتزوج من القرد تشير الى ارتكابه للمعاصي والكبائر واتباعه طريق الضلال والعياذ بالله تعد رؤية القرد في المنام بصفة عامة للمتزوج او المتزوجة على الخلافات الشديدة التي قد تصل بهم الى الطلاق يدل شراء القرد في الحلم من شخص ما على انه سيقع في مؤامرة واحتيال من قبل هذا الشخص ان كان معروفا لاها ويرى الامام الصادق ان تفسير المنام يختلف حسب طبيعة الحالم وحسب جنسه وحالته النفسية والاجتماعية والمادية وحسب الضغوطات التي يمر بها في حياته اليومية اذا لاحق القرد الحالم في منامه وكان لا يستطيع الهروب والفرار منه فهذا يعني ان هناك بعض المخادعين في حياته وهناك من يريد ان يلحق به الضرار ولذلك عليه ان يتوخى الحذر في تعامله مع المقربين يدل وجود القرد في المنام على وجود ذوي النفوس الخبيثة بكثرة حول الحالم وعليه ان لا يثق في الجميع حتى لا يتعرض للضرر والاذى النفسي او البدني القدرة على السيطرة على القرود في المنام تدل على قدرة الحالم على التغلب على الصعاب في الحياة الواقعية باذن الله وتدل على انه سيتغلب على الازمات المالية التي تواجهه بقليل من الحكمة والتفكير العميق اذا كان الحالم يعاني من مرض ما ورأى في المنام انه يقوم بضرب القرد فهذا يشير الى انه سيشفى باذن الله في الوقت القريب وعليه ان يستمع الى اراء الاطباء والمتخصصين وان لا يهمل نفسه وصحته اذا اعجبكم الفيديو قم بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيسبوك وتويتر